دليل جديد وبسيط بيثبت ليه الأهلي هو الأعلى قيمة من أي فريق مصري ومن غير فازلكة بيم بلاك اليوتيوبر العالمي المشهور اللي ليه فيديوز مع رونالدو وميسي ونيمار وشارك كمان في احتفالات مشستر سيتي الأخيرة كان مع كابتن سيف زاهر من كام يوم في مدخلة تلفزيونية بيم بلاك طالع في المكالمة بتيشرت الأهلي وبيقول إنه هو بيكلم إليسة بنت ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى النادي الأهلي قال لها إنه عارف الأهلي المصري وبيحبه عشان كده إليسة دعته إنه يجي ويحضر معاهم لقاء الفريق قدام حرس الحدود واحتفل كمان معاهم بدرع الدوري بيم بلاك بيقول إنه لف العالم كله وحضر مطشات كتيرة وكبيرة واحتفاليات بس بعد لما جيه هنا وشاف جمهور الأهلي قال إنه جمهور الأهلي هو الأفضل في العالم بيم بيقول الكلام ده وهو أحد مشجعي منشستر سيتي المتعصبين للفريق كمان قال إن الأهلي المصري بقى فريقه المفضل في المنطقة كلها وإحنا هنا مش عشان نفتخر بكل الكلام اللي بيم بلاك بيقوله في حق ندينا ولكننا مستنيينه حتى يقول كده لكن الكلام ده جيه من باب التوضيح لفكرة إحنا ليه بنقول إن الأهلي نادي عالمي وكل الناس عارف قيمة الأهلي في العالم يا راجل ده في البرازيل كانوا بيعيروا بعض بالأهلي ودي رسالة صغيرة كده على السريع لشركاتنا في الوطن اللي شايفين إنهم أكتر شعبية ومعرفين في كل حتة ودايما بيطالب بالمساواة مع الأهلي من حيث القيمة السوقية والرعاية وحق البس والكلام ده كله يا رد بهدوء كل واحد يعرف يا رد بهدوء كل واحد